موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة UATV بالعاصمة كييف أصحبكم في أنا محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوين موسيقى في اليوم العالمي لحرية الصحافة دعاوة بإطلاق صراح الصحفيين الأوكرانيين لدى الكريملين الهريفنة تعزز قيمتها مقابل اليورو والدولار وأوكرانيا ترفع تصنيفها في قائمة الدول ذات البيانات المفتوحة وفي النشرة أيضا الطرام الكهرباء في العاصمة الأوكرانية يحتفل بعيده الخامس والعشرين بعد المئة موسيقى البداية من شرق البلاد حيث سجل الجيش الأوكراني خسائر جديدة في صفوفه جندي قتل وأصيب سبعة آخرون بجراح متفاوتة بمنطقة أفديفكا التي تعرضت لقصف من قبل قوات الاحتلال الروسية وفقا لتقرير وزارة الدفاع الأوكرانية فإن العدو كثف من هجماته التي بلغت ثلاث وستين هجوما معظمها باستخدام الأسلحة الثقيلة نقاط القتال الرئيسية تبقى بلدة باباسنايا الواقعة في منطقة لوهانسك إلى جانب كل من بافلا بولي وشيروكنا الواقعتين على بحر أزوف المنطقة الوحيدة التي تعرف هدوء نسبيا تبقى مطار دونيسك الذي شهد أحداثا قليلة في المرحلة الأخيرة القتال الكبير يجري في محور سفيتلودارس، زايتسفا وفديفكا بينما تشهد منطقة لوهانسك هجوما أكبر في فترات مختلفة المسلحون أطلقوا النار على مواقعنا لأكثر من 180 دقيقة مما يدل على إهمال العدو لكل اتفاقيات الهدنة العدو يقوم بهجمات في مناطق متفرقة في فديفكا حيث قام باستهداف محطة التصفية في المدينة قال قائد قوات حلف شمال الأطلس في أوروبا كورتيس كاباروتي إنه يجب على الولايات المتحدة تعزيز قواتها في أوروبا لردع روسيا وأكد سكاباروتي أن روسيا تعمل على نقل الأسلحة الثقيلة على حدودها لذلك من واجب القوات الأمريكية التناوب وزيادة قدرتها من الأسلحة الثقيلة أيضا وأكد المسؤول العسكري أنه يوجد في أوروبا حاليا فرقة من الجيش الأمريكي مكونة من 62 ألف شخص بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة دعا وزير الإعلام الأوكراني روسيا إلى إطلاق صراحة الصحفيين نيكولا سيمينا ورومان سوشينكو كما نشد الوزير المجتمع الدولي لدعم السجناء والصحفيين الأوكرانيين القابعين في السجون الروسية وأكد الوزير أن موسكو تهمل جميع حقوق الصحفيين وحرية التعبير كما شدد على الصحفيين عدم نسيان زملائهم الذين وقعوا ضحايا لنظام الكريملين ونظرا لحالات الإفلات من العقاب وحرصا على سلامة الصحفيين أعلنت وزارة الإعلام الأوكرانية البدء بعملية التأمين هذا الأمر ستتم مناقشته مع شركات التأمين قبل دخوله حيز التنفيذ هذا ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة في العام 93-900-1000 هذا اليوم يأتي لتذكير المجتمع الدولي بأن حرية الصحافة وحرية التعبير عنصرا هاما من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة دعا في خطابه زعماء العالم لوقف اضطهاد الصحفيين معتبرا أن كلمة وسائل الإعلام الحرة هي مفتاح السلام والعدلة وأشر إلى أن الصحفيين في كثير من الأحيان يخاطرون بحياتهم من أجل نقل الحقيقة ومنع انتشار المعلومات المغلوطة وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود فإن السنة الماضية شهدت مقتل 64 من ممثل وسائل الإعلام وفقا لبحث أجرته المنظمة فإن أوكرانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد المئة من أصل 80 بعد المئة في ترتيب حرية التعبير على مدى العامين الماضيين ارتفعت كيف في الترتيب بخمس مراكس في شأن الاقتصازي تعززت قيمة العملة الأوكرانية لهيريفنة خلال الشهر الأخير مقابل العملات الرئيسية في العالم الدولار واليورخ وسجل البنك الأوكراني ارتفاع قيمة الهيريفنة بـ 1% خلال الشهر الأخير ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية في البلاد في مقابل زيادة العرض هذا وكان البنك المركزي الأوكراني قد قام في شهر أبريل الماضي بزيادة احتياطاته من العملة الأجنبية في سوق ما بين البنوك بـ 400 مليون دولار لتغتفع هذه القيمة إلى 534 مليون دولار منذ بداية العام الحالي 2017 منح البنك الدولي لأوكرانيا قرضا بقيمة 150 مليون دولار بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال التصدير ويرى المدير الإقليمي لدائرة أوكرانيا وبلاروسيا وملدافيا في البنك الدولي ساتو كاكونين أن أوكرانيا تمتلك مقاومات كبيرة لكن لا تزال توجد عقبات كبيرة لتحفيز الصادرات من ضمنها صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض وسيشرف على تنفيذ البرنامج مصرف أوكريكسينبانك الذي سيوفر قروضا لتنفيذ مشاريع في مجال تمديد المياه والتدفئة والطاقة والطرق والحمال الاجتماعية والرعاية الصحية في موضوع آخر رفعت أوكرانيا تصنيفها في قائمة الدول ذات البيانات المفتوحة بنحو 30 مركزا لتصبح في المرتبة الرابعة والعشرين عالميا بعدما كانت في المرتبة الرابعة والخمسين عالميا خلال العام الماضي واعتبر رئيس الوزراء فولوديمير رويسمان أن هذا الأمر دليل آخر في شفافية النشاط الحكومي في أوكرانيا هذا وكانت أوكرانيا قد قدمت خلال العام الماضي بوابة واحدة من البيانات المفتوحة التي تساعد في حرية الوصول إلى مختلف سجلات كما انضمت إلى المثاق الدولي للبيانات المفتوحة المركز الأول في هذه القائمة اعتلته أستراليا وطايوان بينما جاءت أوكرانيا إلى جانب هونغ كونغ وبولندا قبل 125 عاما بدأت أول رحلة للطرام الكهرباء بالعاصمة الأوكرانية كيف ومنذ ذلك الحين بدأت حركة المرور العادية بكيف القرن العشرين أصبحت ترام الوسيلة الرئيسية للنقل في العاصمة في هذا التقرير نتعرف على الحياة الثانية للمقتورات الكهربائية تابعوا مريح وآمن وصديق للبيئة إضافة إلى سرعته العالية بل وحتى رومانسي كلها مزات ترام العاصمة كيف يوميا ينتقل عبره الكثيرون من البيت إلى العمل ومنهم من يبحث عن تجارب جديدة قبل 125 عاما وعبر هذه السكة بدأ أول ترام كهربائي عمله في كيف الترام الكهربائي بالعاصمة الأوكرانية كيف يعتبر الأول من نوعه في الفضاء السوفيتي السابق ومن الأوائل في أوروبا الشرقية منحدرات النيبر الشديدة لم تستطع مقاومتها العربات المقتورة التي تعمل بالبخار ولم تنجح أيضا في هذه المهمة الخيول في الثاني من مايو عام 1892 حلت أول عربة ترام تعمل بالكهرباء وجلبت اهتماما كبيرا آنذاك في الأشهر الأولى لبداية عمل ترام توجه المئات من سكان كيف لتشربة القيام بنزهة في وسيلة النقل الجديدة والتي كان لا يزيد طولها عن كيلومتر واحد والتي مع بداية العشرينات وسعت لتشمل معظم أنحاء المدينة وفي واحدة من القصص المثيرة للاهتمام فإن لدميلة التي أرادت القيام برحلة في ترام من حي لآخر كلفها التسجيل بضعة أيام لقد أحسست بمتعة كبيرة تعرفت على المزيد واستنشقت الهواء النقي الكل كان سعيدا بهذه الرحلة 46 عاما جنبا إلى جنب مع زوجها تقوم فالنتينا بقيادة ترام في الاثنى عشر عاما الأخيرة ولا تخطط حاليا لترك عملها أينما عملت يجب أن تكون جديا وتتحمل كامل مسؤولياتك فلا سمح الله أن تحدث هناك مشكلة عليك المسارع إلى حلها قبل أن يشعروا الناس بها في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها أوكرانيا خلال الأعوام الأخيرة يتم تغيير العديد من العربات القديمة إلى أخرى جديدة أكثر راحة للمسافرين الذين يؤكدون أن الترام لن يختفي أبدا من شوارع المدينة نهاية نشرة اليوم قدمناها لكم من قناة UATV بالعاصمة كيف شكرا على حسن المتابعة والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر